بعد يومين الصبح في كلية الطب البطري في قاعة المحاضرات وتقديرات الأبحاث اللي اتقدمت له نادى على كتير من الطلبة كانت التقديرات ما بين مقبول وجايد ليلة كانت قادة وكان جواها احساسين احساسين عقس بعض شعور بيقول انه هينفس تهديد ويديها صفر وشعور تاني بيقول لها انه نسيها وهيديها تقدير زي زميلها لحد ما نادى اسمها الانسة ليلة صفوان المنسي تيجي هنا جنبي على المنصة وقفت ليلة وقامت وهي بتتراهش وتأكدت انه لسه فكرها وهيوبخها قدام زميلها مع كل خطوة بتقرب منه كانت عايزة ترجع فيها وبتبص على باب القهة عايزة تخرج منه وتجري بسرعة ما تعرفش ليه طوعت رجلها وراحت ووقفت جنبه على المنصة ابتسم وسيمة على ملامحها اللي اتغيرت وقال انسة ليلة صفوان المنسي هزت راسها وردت بصوت محشرك ايوة ابتسم وسيم وقال لها عل صوتك شوية مش سامة علت صوتها وقالت ايوة انا ليلة صفوان المنسي ابتسم وبصل الطلبة وقال انا لما طلبت منكم عمل ابحاث عن تطور التكنولوجي في علاج بعض امراض الخيول كنت سبت لكم اسماء بعض المواقع والمراجع اللي هتفيدكم في البحث وكتير منكم ما دورش خارج المواقع والمراجع دي او قدر اقول كلكم تقريبا بس الانسة ليلة سكت وسيم اللي كان بيتلعب بقى عصابها ويشرب مياه وبعدين رجع تاني وقال الانسة ليلة الوحيدة اللي قدمت بحث مختلف عنكم كلكم واستعانت بمواقع تانية ومراجع تانية غير اللي انا قلت عليها خالص وقدمت بحث اقل ما يقال عنها سكت تاني وسيم فهو كان عايز يجننها ويشرب مياه تاني ووصل الطلاب وقلبه زهر مش عارف ليه كلما بشرب من مياه دي بعتش اكتر يمكن عشان من مياه النيل واللي يشرب من مياه النيل ما يشبعش منها اتسم الطلاب كلهم لكن هي كانت وقفة هيغم عليها من القلق والتوتر هو ليه مش عايز يقول اللي عاوز وينهي الموضوع حتى لو قبخها احسن من الانتظار بوقفتها دي وهي قريبة منه رقف بحالها وقال والبحث بتاعها نيسة ليلة كان افضل الابحاث اللي تقدمتلي منكم وحصل على تقدير جيد جدا برافو يا ليلة ليلة قالت في نفسها وهي مصدومة ايه اللي قاله الطاقوس ده هو بيتلعب بقصابي هيحصل ايه دلوقتي لو اديت له قلم على وشه وطلعت اجري اما صحيح واقح يا ترى هو نسي اسمي احسن كواء اسم نسيه ماد واسيم ايده بالبحث اللي ليلة وقال لها انا احتفظت بنسخة عندي على اللابتوب من بحثك وهقدمها المجلة العلمية باسمي ودي بقى نسخة البحثة الاصلية تقدري تحتفظي بيها ابتسمت ليلة وقالت بصوت محشرج شكرا يا دكتور شكرا يا دكتور واسيم ما يعرفش واسيم ايه سبب الاحساس اللي حسه لما سمع اسمه منها بص الباية الطلاب وقال نتقابل المحاضرة الجاية ونتناقش في كام نقطة ضعفة كده لاحظتها في الابحاث بتاعتكم السلام عليكم خد واسيم اللابتوب بتاعه وموبايله وباقي حكته من على الترابيزة ومشي وساب ليلة وقفة مكانها وكان رجليها لازقت في الارض فقت من قرب زميلها ليها ثابتهم وراحت اخدت كوباية المياه اللي شرب منها واسيم وشربت الباقي منها تملكت نفسها لكن اصار الفضول في نفسها معرفة هو ليه منفسش تهديده قالت مش هسيبه هروح وراه وعرف هو ليه ده نيه تقدير عالي وفعلا ثابت زميلاتها وراحت على مكتب واسيم وفجأة دخلت المكتب من غير ما تخبط على الباب ولا تستأذن اتعصب واسيم من اللي هي عملته وقال مش فيه باب يأنسها ما خبطتش عليه ليه ولا قلت الزق متوفرة عندك ما تفكريش ان ننسيت انت مين ابتسمت ليلة برغم انه بيهزقها لانه كان فعلا فاكرها ازاي اديها تقدير ومدحها قدام زميلها فقالت له طب ليه ما نفستش اللي قلته قبل كده وديتني صفر في البحث زي ما قلت ام واسيم من على كرسي وقال لها فعلا فكرت وكنت هقطع البحث بتاعك بس انا شخص مسؤول وعندي ضمير قلت ارى البحث يمكن وقتها رايح ضميري وانا بديك الصفر بس مع الاسف رغم لسانك الزالف وقلت زوقك في دخولك مكتبي دلوقتي لكن البحث متقدم بطريقة علمية كويسة جدا وده اللي شفعلك عندي وده الوقت تفضلي خروجي بره المكتب ويتعلمي بعد كده الزوق بلاش تبقي دبش كده رغم ان واسيم زمها بكلمة دبش لكنها ابتسمت وقالت شكرا يا دكتور السلام عليكم خرجت ليلة من مكتب واسيم اللي ابتسم بعد خروجها وما كانش عارف ليه اما ليلة فوقفت جنب المكتب تاخد نفسها وكأنها كانت بتجري الف ميل وبعد شوية ليلة نزلت من السرفيس في القرية بتاعتهم وفجأة لمحت عربية واسيم واستغربت إيه اللي جابه البلد هنا وقالت اوه انا فكر كتير ليه انا امشي وراء العربية وفعلا مشيت وراء العربية لانه كان ماشي بسرعة معقولة شوية لحد ما دخل بيت هاشم الزهار وقفت ليلة حيرانه طب إيه اللي جاب واسيم لبيت هاشم الزهار بس عقلها جاوبها بسرعة وقالت ايه الغباء بتاعي ده هاشم الزهار عنده مزرعة خيل هو واسيم دكتور بيتاري يبقى جايله يعالج الخيل هم اللي يعني كان واسيم هيركب عربية زي دي من مرتبه من الجامعة ولا في الكم سنة بتوالباسة اللي اخدها في لندن أكيد بيشتغل دكتور بيتاري وهاشم الزهار بيستعين به وفجأة ليلة قالت يوه الصيدلية انسيت معادها يا رب الدكتورة نهد ما تزعلش مني منك لله يا سومي عراب اللي عايشتني فيه النهاردة ميصيري فيه ومرعيبك كده بس الصبر حلو وانت أحلى طووس بالليل في صرايا ردوان الزهار نزل رفعت عالسلم الداخلي للصرايا شافه رامي صفر وقاله اللي شوفك يقول عريس ايه الأناقة دي كلها ابتسم رفعت وقال فين الأناقة دي دي جلبية يا بلدي وهتلاقي معظم الحاضرين في الحنة لابسين نفس اللبس ده رد رامي وقال فعلا هيكونوا لابسين نفس اللبس لكن مش بهبت رفعت ابن ردوان الزهار ابتسم رفعت وقال ولاد ردوان الزهار هبتهم مش في اللبس هبتهم في عقولهم ويلا بينا بلاش كلام كتير متشوق أشوف الحنة والمدعوين اللي هيشرفوا الحنة ابتسم رامي وقال يلا بينا بعد شوية في بيت عضو مجلس الشعب كان فيه استقبال حافل مش بس من العضو لأ كمان من الأهالي اللي كانوا بيهلله باسمه وده طبعا غاز اللي كان دخل وراه وكان حاسس بالغل من استقبال ولاد ردوان الزهار خصوصا الابن الأكبر كل واحد راح لمكان يقعد فيه قعد هاشم بين صفوة الناس هقام رامي ورفعت راحوا لمكان قريب من عامة البلد وبعد شوية مال رفعت على رامي وهمسله بشيء بعدها خرج رامي لدقايق لكن رجع براكب حصان قوي وقام بالرأس عليه بحرفية عالية وكأن درسالة لهاشم الزهار فهم مغزاها لكن لسه اللي لا كانت في أولها قبل شوية في بيت مروة دخلت فادية في قوضة بناتها وقالت لسه ما خلستيش لبس يا مروة يلا عشان ما تتأخريش في الرجوع من الحنة وأبوك ييجي يزعع ردت مروة وقالت ما بلاش نروح الحنة دي من أصله يا بنتي ليه دي حنة ابن عضو مجلس الشعب والعروسة بيت أخوه ومراته متصلة علي ومأكد علي أحضر الحنة هبا كانت قاعدة معهم في القوضة وقالت لهم معا مش معقول اتصرت عليك وقالت لك تحضر يا الحنة ايوة مش ببعي لها بط وفراخ دي أحسن زبونة عندي يلا ربنا يعوض علي بقى يلا يا مروة بلاش لكاعة ابتسمت مروة وقالت خلاص جهزت يا ماما والله ما كنت عايز أحضر الحنة دي كلها بتبقى نميمة نسوان على الفوضي ابتسمت هبا وهي بتصفر وقالت ايه دا يا مروة انا بقول بلاش تروح الحنة للعريس يشوفك يغضب على عروسته ولا المعازيم يفكروك العروسة ابتسمت فادية وهي بتقول خمسة وخمسة في عين اللي ما يصلي عن نبي ويا رب يسمعها منك وتبقى هي العروسة الجاية ابتسمت مروة بكسوف قالت هبا امين يا ماما عشان القوضة تفضع علي انا والشعنونة هبا زمانها جاية من الصيدلية تقولي حضريلي الحمام يا هبابة قالت فادية ربنا يخليكم ليه وهي عوضني فيكم خير بعد شوية في بيت عضو مجلس الشعب كانت فيه مظاهر بزغ كبيرة على سطح البيت كانت قاعدة الستات والبنات مع العروسة دخول مهيب كان لمهرة الزهار وقفت زوجة عضو مجلس الشعب ترحب بحفاوة وتمدح في جمال مهرة الزهار ابتسمت مهرة هي فعلا لسه جميلة الجميلات حتى لو شابت شوية او بقى عندها شوية تجعيد لكن شوية ميكوب بسيط دارو كل ده راحت مهرة بركت للعريس والعروسة وقاعدت بين صفوة الستات كانت الستات بتهمس على مهرة اللي وقف عندها الزمن وبيحسدوها على جمالها الفاتن لكن ما يعرفوش انها فقدت جزء كبير من جمالها في قلبها بسبب الخيال المخادع اللي بقى بيقلل منها مش بس من جمالها من شأنها كمان لكن الظاهر ان الجميلات بينجزبوا البعض جات مروة امها في سوان الستات بصوا لقوا المكان زحمة وفي مكان فضي جنب مهرة خضت مروة ايد امها وراحت عليه ارتبكت ام مروة لما عرفت هي قاعدة جنب مين قالت مهرة ازايك يا فادية من زمان ما تقابلناش هي دي بنتك ارتبكت فادية وقالت ايوة مروة بنتي الكبيرة ومعايا كمان بنتين غيرها ابتسمت مهرة وقالت ربنا يخليهم لك وتفرحي بيه ربنا عواضك بيه ياريتني عملت زيك زمان كان زمان معايا بنات زيه ابتسمت فادية من غير ما تتكلم وحمدت ربنا ان مروة مشغولة وبتبص من البلكونع اللي بيحصل قدام البيت من احتفال ورأس الشباب لفت انتباه مروة الفارس اللي طلع على الحصان يرقص به ويعمل به حركات خطرة وكان كل ما يعمل حركة بيصير اعجاب البنات اللي وقفين جنبها وكانوا بيبصوا عليه كانت عايزة تفقع عينيهم وهم بيتغمزوا باعجاب واحدة منهم قالت درامي الزهار نطي اسمه شعل لغيرتها اكتر هو عاجب بنات من عائلات كبيرة كل واحدة تتمنى بس انه يبصلها حست مروة انها لو وقفت اكتر من كده هتحديفهم من فوق السطح مالت على والدتها وقالت لها ماما هروح هشم هوا شوية بدأت هتخنق مش هغيب هرجع لك على طول سمحت لها امها نزلت مروة من على سطح البيت وراحت الجنينة اللي في طهر البيت كانت شبه مضيئة بسبب انعكاس انوار الحنة وهي ماشي فجأة لقت ايد بتسحبها ووقفت بيها تحت الشجرة فما كان ظلمة في الجنينة وبرغم خضتها في البداية لكن اتمالكت نفسها وزقت ايد وقالت قلتلك قبل كده ما تلمسش ايدي يا رامي بصلها بعين عاشق وقال ايه لنزلك من حنة العروسة للجنينة انا شفتك وقفة وسط اللي كانوا وقفين في البلاكونات ردت بغيرة شبه زهرة وقالت او انت بقى كنت مركز مع البنات اللي كانوا وقفين في البلاكونات ولا في الحصان اللي كنت بترقص عليه طبعا كنت بتعمل الحركات الخطر دي عشان تشوف وتسمع صريخهم واعجبهم بيك ابتصم رامي وقال لها انا ما شفتش غيرك ما فيش غيرك لفت نظري وقف يبص له وهو ساكت وقال بس يدايك في ايه صريخ واعجب البنات بيها ردت مرة وهي متلخبطة وقالت ولا يفرق معايا وايه واع من قدامي ابعد خلينا ارجع تاني للحنة بتاعت الحريم ابتصم رامي وبدل ما يبعد قرب اكتر ومد ييد وملس على شعرها ووشها وقال اقبل حنتنا قرمي كده وانحنة وكان هيبوس خدها اتحركت كل خلايا فمروة وكانت على واشك انها تسيبه يبوسها لكن صوت طلق النار خليها تعود لرشدها ضربته في صدر وجريت من قدامه بصلها رامي وتنهد وابتسع فسوان الرجالة كان هاش مواقف بالعصايا بيتبعى انه هزم اللي كان بيتبارز معاه فأقل من دقيقة طير من ايده العصايا واستسلم لكن بص ناحية رفعت اللي كان قاعد بيتكلم مع واحد من المدعوين وما كانش بصص لهاشم لكن كان رفعت متأكد ان هاشم هيعمل حاجة تجبره على مبارزته وبالفعل ظن هاشم ان رفعت مش منتبه له واتا وخد عصاية اللي استسلم قصاده وباندفاع حدف العصايا ناحية رفعت وظن انها تقع عند رجلة رفعت لكن رفعت خد العصايا بايده وده قصر تعجب هاشم من كل الموجودين بص رفعت لهاشم بثقة وبصله هاشم بتحدي ويشاول له ان يتبارز قدامه بالعصايا وقف رفعت وتقدم خطوات كلها ثقة واسرار وتحدي بانه هيفوس مش بس بالمبارزة لكن بالحرب اللي هيشعلها بعد الليلة دي رفع هاشم العصايا وكانت ضربة البداية له لكن تصدى لها رفعت بكل سهولة كانت المبارزة متكافأة ضربة لضربة لكن صاحب الصبر وقوة التحمل هو اللي هيفوس بدأ هاشم يتدايق وهو ظن ان رفعت مش هيعرف يحطب بالعصايا وانه هيتهزم من اول ضربة زي اللي قابله بدأ صبر هاشم يفلت وتعامل بعمف بدأ يرد على بعض الضربات بشكل غلط لكن رفعت كان عنده قوة صبر وتحمل استفزت هاشم وهاشم بدأ ينهزم بالفعل في لحظة استغل رفعت ضربة غلط لهاشم وضرب بالعصايا ضربة الفوز واللي طيارت عصاية هاشم من ايده لبعيد وفز رفعت رغم غل هاشم لكن اتمالك حقته قدام الناس ومد ايده وسلم على رفعت رفعت بص الإيده الممدودة باستهزاء ازاي يمد ييده للأحمق ده ويسلم عليه لكن عارف يخرج من الموقف ده قدام الكل وقام بحطف العصايا الهاشم لكن هاشم رجع لورا ووقعت العصايا قدام هاشم بص رفعت للعصايا على الارض وبص الهاشم ورجع للكرسي بتاعه وقعد وسط المدعوين بتفاخر وكان الكل مواجب بالفارس اللي جه ياخد مكانة أبوه الصبقة وبجدارة رجع هاشم للكرسي بتاعه بين الصفة وكانت عينيه بتاعه نار وغل الماضي رجع لقلبه مرة تانية لأن كان رضوان بيتفوق عليه لكن المرة دي ما يعرفش ان ابنه رجع يشهر للحرب بقوة